وزارة الكهرباء وحدة من أبرز بوابات الفساد الحكومي في العراق فهي من أكثر الوزارات التي كانت ولا تزال مصدرا لهدر الأموال منذ عام 2003 وفق الإحصاءات الحكومية نفسها الجديد في ملف الفساد داخل أروقة هذه الوزارة هو ما تحدثت عنه صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مؤكدة أن استمرار الفساد يهدد عقد شركة جنرال الكترك الأمريكية الخاص بتطوير الكهرباء في العراق الفساد موجود في الوزارة منذ عام 2004 ولا تمرير لأي عقد دون دفع عمولة مالية لصالح حزب ديني أو سياسي هكذا تقول الصحيفة الأمريكية في تقريرها تقرير الصحيفة أثار اهتماما كبيرا لدى المسؤولين في شركة جنرال الكترك وتم إعداد موجز مختصر لتقديمه لإدارة الشركة بهدف إعادة النظر بشأن تعاون جنرال الكترك مع المؤسسات الحكومية الرئيسية في العراق وإلا ستواجه الشركة عقوبات مالية في الولايات المتحدة بسبب القوانين التي تحضر التعامل مع مشاريع فاسدة أو التعامل مع شخصيات أو مؤسسات مشبوهة تتعامل مع وزارة الكهرباء ما هو معلوم للعراقيين أن وزارة الكهرباء ومنذ عام 2003 خصص لها نحو 40 مليار دولار من موازنات البلاد السنوية لكن معظم العراقيين ما زالوا يعتمدون على مولدات كهربائية خاصة مقابل رسوم يدفعها المواطن وصفت بالباهضة رغم وعود سابقة بتوفير الكهرباء أشهرها تلك التي أطلقها نائب رئيس الوزراء السابق لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني حين قال إن العراق سيصدر الكهرباء لدول الجوار بعد تحقيق الاكتفاء عام 2013 المسؤولون الحكوميون ما زالوا يبررون مشكلة استمرار انقطاع الكهرباء ورداءتها بندرة الاستثمارات وعدم دفع السكان الفواتير في معظم مدن العراق وآخرها قطعوا إيران أمدادات الكهرباء عن عدد من محافظات العراق لعدم تزديد الحكومة الإجور المتراكمة مبررات لم تعد مقنعة في رأي أغلب العراقيين لا سيما بعد انتعاش أسعار النفط وانتهاء العمليات العسكرية بشكل كامل